هاي الوصفة تقليدية جداً ولكن إلها محبين بطريقة مش طبيعية اللي هي البسبوسة بالإشطة رح نعملها بكل التفاصيل بهذا الفيديو ابتداء من البسبوسة نفسها، الإشطة وكيف نطبقهم على بعض، كيف نخبزها عشان تطلع معانا طرية وفي نفس الوقت متماسكة وأهم إشي إنه طعمها كتير زاكي يعني عن جد زاكي، بنصحكم تجربوها فتبعوا معاي للآخر لتشوفوا كيف عملتها عشان نعمل بسبوسة لازم نجهز القطر قبل ما نبلش فهونا رح أعمل القطر ما رح أحكي لكم كتير تفاصيل عنه عشان ما أطول عليكم الفيديو لأنه في فيديو منفصل أنا عملت لكم إياه عن القطر للصبايا اللي أول مرة بدهم يعملوا وإذا كان عندكم مع فكرة قطر متوسط الكثافة يعني مش خفيف ولا تقيل موجود عندكم بالتلاجة من قبل بوقت بتقدروا إنكم تستخدموا للوصفة بكل سهولة تمام؟ فهونا بس عم بعمل القطر بتلاقوا الرابط بسندوق الوصف ورح أخليه برود ونشوف البسبوسة كيف رح نعملها بالنسبة للبسبوسة فعندي سميد ناعم ممكن نستخدم سميد وسط أو نخلط بينهم أما الخشن ما بفضل تستخدموا نهائيا لهاي الوصفة عشان القوام فرح أحط لسميد الناعم بهذا الشكل وأبسه بالمواد الدهنية يعني أخلطه مع المواد الدهنية فعندي زيت نباتي وسمنة حيواني مذابة بتقدروا تستخدموا سمنة نباتية بتقدروا كل عيار سمنة وكل عيار زيت تقدروا كمان زبدة بس هذا المكس أو الخليط اللي أنا عملت لكم إياه بين الزيت والسمنة الحيواني كتير بعطي طعم ما بتتخيله كتير زاكي فرح أخلطهم بهذا الشكل علشان السميد يتشرب من الدهون وبعد هيك رح أضيف باقي المكونات عندي جوز هند ناعم رح أحطه وكمان عندي سكر السكر بعطيني هيكا لون حلو للبسبوسة وهي بالفرن وكمان بعطيني طراولة للعجينة رغم إنه عنا قطر هلا عندي هون حليب بودرة عندي فانيلا بودرة وعندي رشة ملح وعندي باكينج باودر رح أحطهم برضو على الخليط اللي عملته وأحركهم سوا عبل ما أحس إنه كل المكونات هاي الجافة اندمجت مع بعض مع المواد الدهنية هلا بعد هيك شو رح أعمل عندي بيطين بحرارة الغرفة رح أضيفهم بالتدريج وأحرك يعني بضيف بيضة وبحركهم ويسك يكون جامد شوية أو بالسباتيولة عبل ما تخدفي معاي أو أحسها اندمجت بعدين بضيف البيضة التانية وهكذا إحنا حطينا فانيلا بودرة يعني قبل عرفتو عشان هيك ما في فانيلا على البيض يعني ما في أي ريحة هلا هون ضفت علبة إشطاء كاملة معلب إشطاء ورح أحركه كمان مع الخليط اللي يصير عندي بهذا القوام وهلأ بدي أضيف حليب سائل بالتدريج بحرارة الغرفة يعني يكون عبل ما أوصل للقوام اللي بدية أنا كانت بتلكم العيار بس أنواع السميد بتفرق عن بعض وخصوصي إذا استخدمتوا سميد متوسط الحبة يعني حبة متوسطة غير عن الناعم قديب الشربي يعني فمنضيف بالتدريج عبل ما نوصل للقوام هاد بالضبط هذا هو القوام اللي بدية مش سائل كتير ولا تقيل كتير بهذا الشكل بالضبط رح أقسم هذا الخليط لجزئين متساويين إما بالنظر أو إما على الميزان زي ما أنتوا حابين ورح أجهز الآلب اللي رح أخبز فيه قطره وارتفاعه جدا مهمين علشان السماكة وكمية الإشطاء لأنه رح نحط ثلاث طبقات فعليا يعني طبقة أولى بسبوسة الثانية إشطاء الثالثة كمان بسبوسة رح أدهنه بطحينة بتقدروا كمان سمنة أو زيت ورح أحط نص كمية الخليط تبع البسبوسة في الآلب ورح أفرده بالمعلاء أو سباتيولا بحيث أنه يكون عندي متساوي من كل الشئات ورح أكون محمية الفرن على 180 درجة مئوية الرف بالوسط النار من تحت بس عبل ما تشقر للطراف أو يعني هيك تتحمر للطراف سعتها بطلعه وبضيف عليه دغري الإشطاء اللي رح نعملها تمام بحاجة تقريبا لعشرين دقيقة هلأ بالنسبة للإشطاء عندي حليب سائل هون أنا مش مشغل النار لسه تمام على البارد حليب سائل نشا وكريمة بودرة الكريمة البودرة بديلها موجود بسندوق الوصف كتبت لكم البديل إذا مش حابين تستخدموهم تستخدموها بحرك عبل ميدوب الأشياء وبعدين بشغل النار على نار من هادية لمتوسطة عشان ما ينحرق معانا الحليب بنظلنا نحرك تحريك مستمر عبل ما يتقل معانا الخليط ويفضل كمان الطنجرة تكون غير لاصقة متى ما تقل معاي بهذا الشكل بضيف معلّة بإشطاء إحنا بنعمل هاي الإشطاء عشان تكون كميتها وفيرة وما تكلفنا كتير وما نستخدم كتير علاب إشطاء يعني فهمتوا عليّ عشان نعمل الطبقة هاي السميكة من الإشطاء فحطيتها للإشطاء وحركتها بط في النار وهلأ بضيف شو؟ بضيف ماء زهر علشان التنكيح عشان يعني ريحته ما تطير أثناء الغليان فهون ضفت ماء زهر بتقدروا ماء ورد بتقدروا فنيلا اللي انتوا حابينه من المنكهات بس ماء الزهر ما رح يظهر كتير بس رح يعطي طعم كتير طيب بعد مرور عشرين دقيقة تحمّرت معاي البسبوسة من الإطراف بهذا الشكل طلعتها ودغري بضيف عليها الإشطاء وهي سخنة يعني هلأ طفيت على الإشطاء وبحطها على البسبوسة بفردها بهذا الشكل بسرعة وبتركها عشر دقايق هيك مكشوفة عشان الهوى شوي يضرب الإشطاء وتعمل زي الإشطاء عشان ما تندمج مع طبقة البسبوسة اللي رح أحطها لسه فوق هلأ هذا هو الخليط تبع البسبوسة اللي تركناه مش أخذنا النص وحطيناه وخبزناه هذا النص التاني جمد علشان السميد بشرب سوائل فشو بعمل برجع بحط عليه حليب سائل بالتدريج عشان أرجع القوام كيف عملته بالأول يعني برجع القوام ريخه عشان أقدر أفرده وعشان ما يشقق بالفرن وإلى آخره فبضيف الحليب بالتدريج مع التحريك لأوصل للقوام اللي هو متوسط الكثافة مش سائل كتير ولا هو جامد كتير يعني بهذا الشكل هيك بالنسبة لإلي مناسب جدا تمام؟ هلأ شو بدي أعمل بدي أتأكد إنه الإشطة شايفين كيف عملت زي الإشرة يعني إذا لمسناها ما بتدبق بإيدنا هيك بالنسبة لإلي مناسب إني أحط هذا الوقت المناسب لأحط الخليط التاني من البسبوسة على الوجه بحاول أفرده وأوزعه بهاي الطريقة يعني مش إنه بحطه بمكان واحد وبفرده عشان ما يختلط بالإشطة وببلش أفرد فيه بشويش وبكل حنية عشان ما ينخلط بالإشطة وبحاول أغطي كل الأماكن وأهم إشي نسكر كمان الحواف بهذا الشكل باستخدام معلقة عبل ما يصير عندي السطح كلياته متساوي والإشطة مش مبينة وهيك بالنسبة لإلي تمام برجع هذا الآلب بس أخلصه يعني إني أفرده برجعه على الفرن بس شو ما رح أشغل النار من تحت لأنه ستوين الطبقة التحتانية رح أشغل النار بس من فوق الشواية والرف عادي بالوسط على 180 درجة مئوية بتقعد تقريبا 20 دقيقة إذا ما تحمر الوجه معانا ممكن نعلي الحرارة شوي كمان هيك ديئتين يعني لـ 200 درجة مئوية علشان يتحمر معانا وهيك بالنسبة لإلي مناسب وصارت معانا جاهزة البسبوسة بالإشطة هلأ شو رح أعمل؟ القطر اللي عملنا رح أجيبه وأحطه على الوجه وهي سخنة والقطر بارد بهذا الشكل رح أحط كل كمية بتقدروا 3 ترباها حسب ما بدكم ورح أحاول إني أوزعه ولازم أتركها مغطية هلأ مع القطر يعني البسبوسة مع القطر تقريبا ساعة لساعتين بحرارة الغرفة عشان تتشره بكتير كويس من القطر وبعد هادول الساعة والساعتين كمان ساعة أو ساعتين بالتلاجة وبطلعها عشان تكون شوي تماسكت وبزين وجهها بالفستو الحلبي أو بجوز الهند زي ما إنتوا حابين وهيك بتكون صارت بالنسبة لإلي جاهزة هلأ أنا ما استنت عليها ساعتين بالتلاجة لأنه بدي أصور واللقطة وكذا وهيك فشو رح تعملت حطتها بس ساعة زمن فكانت شوي لسا بدها وقت أكتر بس إنه قلت تمام الوضع أطعتها بهذا الشكل هيك لمربعات وبدي أفرجيكم كيف القطعة بتكون متماسكة بهاي الطريقة وفي نفس الوقت هيك الكمية الإشطة معقولة جدا الطبقتين البسبوسة مناسبين طرية وفي نفس الوقت متماسكة يعني إيش بدأ أقولكم كتير طيبة وكتير زاكية الكريمة البودرة جوة الإشطة بتعطي طعم كتير طيب كمان بنصحكم تجربوها بتعطي حلاوة أصلا مع ذلك حلاوة الإشطة معتدلة جدا بالنسبة للبسبوسة فبنصحكم إنكم تجربوها عن جد فبتلاقوا المقادير مع تفاصيل أكتر بسندوق الوصف تحت الفيديو وبتمنى يكون الفيديو عجبكم استفدتوا منه إذا عجبكم ما تنسوا تدعموني بلايك وتحطوا لي كومنت برأيكم وإذا قدرتوا تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم بكون ممنونة بشوفكم على خير إن شاء الله بوصفات جاي وفيديوهات جاي يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة